لايك كيعاوني بزاف باش نستمر قبل من هاد الفروض اللي غتدوز من مور العطلة هاد الحواج اللي غنقول لك مهم من انك تعرفهم قبل من الفرد اول حاجة ستريس علش ستريس هاده مجرد فرد هاده تدوز وغادي تفوت غادي تحط فيه المعلومات اللي عارف وغادي تعرف من بعد الاخطاء والحواج الزوينة اللي اكتشفتها من مورها فعواج ميجيك ستريس حاول تفكر في هاد الفرد بايجابية حاول تفكر ان العكس اللي غادي يوقع غادي تجاوب في الفرد مزيان غادي يبانولك المعلومات اللي عندك وغادي توضفهم فيه نفسيتك حتى هي عندها ضور كبير في هاد الشي والدماغ ديالك ما غيخدمش إلا كانت نفسيتك طيحة لونك طلع المورال لراسك وتخيل ان العكس اللي غادي يوقع غادي يكون الفرد زوين وغادي تدوزه وتسالي وغا تكون ما خدمتيش في شي فرد ولا في مجموعة الفرد قبل اي فرد غادي تدوز تخيل انك غادي تدوز الامور بايجابية فيه الداكرة ديالك غادي تستحضر ما امكان المعلومات اللي خليتي فيها وغادي تدفها في الفرد تاني حاجة وهي يفكر في الفرد الجاي من مرة ما تدوز في الفرد في اي مادة فكر لها في الفرد الجاي ديالها في الفرد الجاي ديالها شوف الحويج اللي قدرتي تخدمهم فيها واعطاوه نتيجة وشوف الأخطاء اللي درتي وهو من اللي خلوك ما تخدمش فيها مزيان كان هدا هو الفيديو نطلقه في الفيديو الجاي الى اللقاء الداعم ديال هاد الحلقة هما المشتركين في العرض ديال الاجتماعيات هدا عرض ديال الاجتماعيات الناس اللي عندهم باك حر علمي باك احرار علمي اولا باك علمي هاد الكورس فيه منهجيات ودروس كاملة في هاد المستوى هدا اولا باك علمي وباك حر علمي وفيه مصطلحات مشروحة ومميزات المشتركين في هذا العرض هذا ممكن لك أنك تشريه وتستفد منه في هذا النمرة أو في الرابط اللي سيكون تحت هذا الفيديو اشتركوا في القناة